موسيقى السلام عليكم في درسنا اليوم سنتحدث عن اداة جديدة موجودة في الفيتشر تاب طبعا هذه الاداة هي revolved bus based tool وهي اداة تقوم بتدوير الرسومات ثنائية البعد حول خط مركزي بزاوية محددة سأقوم اولا باختيار الواحدة ولتكون ملي متر ومن ثم نقوم بالضغط على sketch واختيار مستوى الرسم واليكون front plane الآن سأقوم برسم خط مركزي واليكون على هذا الشكل ثم نقوم برسم خط على هذا الشكل الآن سأقوم باختيار revolved bus based tool سيسألون البرنامج اذا كنا نريد اغلاق هذا الشكل ام لا في الحالة اولى سأقوم بالضغط على no ثم نقوم باختيار هذا centerline كمحور دوران بالضغط على ok نلاحظ انه تم توليد هذا الشكل الآن سأقوم بالتراجع في هذه الحالة سأقوم باختيار اداء مرة ثانية ثم سأقوم بإقلاق الشكل بالضغط على yes نلاحظ انه تم توليد حلقة دائرية في هذه الحالة بسبب إقلاق الشكل اي انه تم رسم خط من هذه النقطة الى هذه النقطة الآن ساقوم بالتراجع مرة اخرى سأقوم بيرسم شكل اخر نقوم بيرسم خط within the layer ثم نقوم برسم خط اخر على هذا الشكل ، ثم نقوم برسم خط على هذا الشكل ساقوم أيضا برسم خط centerline أفقي وليس يكون على هذا الشكل ثم أقوم باستخدام مأداةHyrule لعمل انعكاس لهذا الشكل حول هذا الخط الأفقي وتحديد هذذا الخط وهذا الخط وهذا الخط وهذا الخط ويسأله ثم اضغط على OK الآن سأقوم باستخدام ا hunted Revolve بس بيس مرة أخرى في هذا الحالة أيضا سأقوم بالضغط على نو لتوليد صفيحة حول هذا الخط العمودي سأقوم بالضغط على نو نقوم الآن باختيار محور الدوران وهو هذا المحور نقوم بتحديد سماكة الصفيحة الخارجية ولتكون 5 ملي طبعا هذه الزاوية هي زاوية الدوران ونفرض أننا نريد زاوية بمقدار 270 درجة سأقوم بالضغط على OK نلاحظ أنه تم توليد صفيحة بسماكة 5 ملي حول محور الدوران سأقوم بالتراجع مرة أخرى سأقوم أيضا باختيار أداة الدوران وفي هذه الحالة سأقوم بإقلاق هذا الشكل عن طريق الضغط على يس ومن ثم نختار أيضا نفس محور الدوران ونختار زاوية الدوران وهي أيضا بمقدار 270 درجة ثم نقوم بالضغط على OK نلاحظ أنه تم توليد شكل مختلف عن الشكل السابق وذلك بسبب إقلاق الشكل طبعا هذا كل شيء بالنسبة لدرس اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته